اشتركوا في القناة الى تطبيقات اندرويد و اي او اس عن طريق برنامج فيديو والستوديو كود باستخدام فريمورك اسمه كوردوفا هو برنامج بسيط لكن هو لغاية الشرح والغرض الاساسي من درسي اليوم هو كيفية التحويل الى تطبيقات اندرويد و اي او اس طبعا راح نتجاوز عن مرحلة كتابة الاكواد عن طريق الجات جي بي تي لانه في درسين في القناة اي شرحت عنهم عن كيفية انشاء التطبيقات من خلال الجات جي بي تي و راح اترك روابط الفيديوهات في صندوق الوصف نجي الان على التطبيق نجربه مثلا المبلغ واحد تحويل من دولار امريكي الى مثلا دينار اردني تحويل نعملية التحويل مسح بطلع منا الان بنحفظ التطبيق في الاول سيف بعدها بنيجي على اكسبورت اكسبورت دوت اه زت اي بي ستارت داونلود الان بيجي بسحب الملف المضغوط لبرا بنسكر داونلود منجر الان قبل عملية انشاء التطبيق في عندي متطلبات اساسية لازم انزلها على جهاز الكمبيوتر و هاي البرامج راح ابدأ في شرحه الان في عندي هذا الملف فيه مواقع البرامج اول شي في عندي البرامج النود دوت جي اس ناخد الرابط كوبي نيجي على جوجل همحرك البحث رايت كليك بيست انتر نضغط على الاول رابط نتأكد ان البرنامجين هذولا نازلت عندي على جهاز الكمبيوتر انا ما راح نزلهم لانه نازلت عندي على جهاز الكمبيوتر بعد هيك نيجي على البرنامج الثاني رايت كليك كوبي اللي هو برنامج الفيديو والاستوديو نرجع باك رايت كليك بيست انتر داولود فيديو والاستوديو وانا بنختار نظام التشغيل اللي بدنا نشطل عليه نرجع باك بعد هيك في عندي برنامج الاندرويد استوديو كوبي بيست انتر نضغط على اول رابط بنيجي بننزل الاندرويد استوديو من هذا الرابط نرجع باك بنيجي على البرنامج اللي بعده رايت كليك كوبي بيست انتر نضغط على اول رابط طبعا هذا الموقع لبرنامج او اداة هي بتستخدم لتطوير البرمجيات طبعا راح نختار هذا الفيرجن سبعة فاصلة ستة فاصلة اربعة ما نختار الاحداث نختار هذا الازدار بنرجع باك بعديها في عندي برنامج الجافا بيست انتر بعدها بنيجي بنضغط على الرابط الثاني اللي هو اه جي دي كي استار احد عشر بننزل لتحت بنيجي بنختار حسب نظام التشغيل عننا بعدك بنختار لاصدار الويندوز الاربعة وستين بت بنضغط على هذا الرابط وبننزل البرنامج نسكر اهي الصفحة طبعا عملية تنزيل البرامج سهلة جدا بس دابل اكليك على الايقونة البرنامج ونكست نكست بنزل على جهاز الكمبيوتر فبننزل اول شي برنامجين النود بعديك الفيديو والستوديو بعدين الاندرويد استوديو بعديك برنامج الجافا والجريدل ما رح نزله هو عبارة عن ملف مضوط بنفكه وراح نستخه على درايف اسي بعد ما ننزل البرامج بنيجي بنفتح الاندرويد استوديو ندخل على الويندوز نضغط على ستارت نضغط على اندرويد استوديو بعد هيك بنيجي بنضغط على مور اكشنز بنيجي بنختار اس دي كي مانيجر من تبويب الاس دي كي بلاتفورمز بنختار الاندرويد 14 الاصدار هذا لانتو شايفينه قدامكو والاصدار هذا الثاني 13 بنحط عليهم صح بنضغط على داولود بنزلوا على الجهاز الكمبيوتر الان من تبويب الاس دي كي تولز اول شي بنيجي بنضغط على شو بكيج ديتيلز بنضغط عليها الان من قائمة الاندرويد اس دي كي بلت تولز بنكون تلقاء نازل على اخر اصدار انت بنزله اللي هو تثبت مع البرنامج الاندرويد استوديو بنيجي بنختار الاصدار 33.0.2 بنحط عليه صح هذا بنسكره الان بنيجي على الاندرويد اس دي كي كوماند لاين تولز بنعلم على الاربع اصدارات هذول نتأكد انه عليهم صح الاربعة بعد هيك بنختار الاندرويد اوتو اي بي اي والاندرويد اميليتر تصدرين هذول والاندرويد اس دي كي بلاتفون بعد هيك بننزل لتحت بنحط صح على الانتل اكس ستة وثمانين اميليتر بعد هيك بنضغط على ابلاي وبنزله معنا على جهاز الكمبيوتر وبعد ما خلص التنزيل بنضغط على اوكي بنسكر البرنامج وبعد ما ننزل برنامج الجافا بنيجي بندخل على الماي كومبيوتر على السي على بلوغرام فايل بنيجي على الجافا تحت دابل كليك بنيجي بنختار اصدار 11 دابل كليك بعدها نضغط على بن بعدها بنيجي بنضغط على اي مكان فاضي هون بعدها بنيجي بنضغط ريت كليك على هذا المسار كوبي بنيجي على محرك البحث هون نكتب نكتب انفيرومنت نضغط عليها بعدها بنضغط على انفيرومنت طبعا في قسم الـ user variables راح نضيف اربع مسارات مسار الاندرويد هوم والاندرويد اس دي كي والجريد الهوم والجافا هوم طبعا طريقة الاضافة نضغط على new هون بنحط اسم الـ variable وهون المسار ريت كليك بيست بنحط مسار الجافا هون بعدها بنكتب جافا underscore هوم في الكابيتل في هذا المكان طبعا بالنسبة للاندرويد هوم والاندرويد اس دي كي مسارهم بيجي مسارهم من driver c بنيجي بنضغط على users طبعا هون على user اللي انت منشيو عندك بعدها بننزل على الـ app data بعدها على local بعدها على android قد بنضغط على اس دي كي بعد هون على اي مكان فاضي بنكبس سكبس على الماوس ريت كليك copy بنيجي نفس العملية new نضغط طبعا المسار بيجي لكل الاجهزة نفس الشي بنكتب زي ما هو مكتوب قدامك هون android underscore home بنضيف نفسه بنضيف الرابط بعدها اوكي بعدها بنضيف الاندرويد underscore sdk underscore root ونضيف نفس الرابط بنضغط اوكي بالنسبة للغريدل underscore home بنيجي على بنيجي على ملف بنفك ضغطه بنيجي بندخل على الملف بنوخذ هذا الملف ريت كليك copy بعدها بنيجي على c بنفس المسار هون بننشئ فولدر اسمه gradle بعدها بندخل عليه ريت كليك بيست بنزل معنا الفولدر في هذا المكان الهنا بندخل على الفولدر double click نفس العملية بنضغط على اي مكان فاضي عشان ناخذ المسار ريت كليك copy بعدها بنرجع على environment variables نفس العملية على user variables بنضغط new نحط المسار وبنكتب gradle underscore home بنضغط اوكي بعد ما نخلص في قسم user variables بنيجي على system variables بنيجي على الباث بنضغط على الباث edit بنيجي new بنضغط على new بنضيف نفس المسارين هذول المسارين هذول كيف بنجيبهم بنيجي على gradle لو على c بنضغط كمان مرة هون بنضغط على pin على اي مكان فاضي هون right click copy بنيجي على system variables بعدها بنضغط على new right click paste بنضيف مصار لgradle ومصار الجافا بنرجع back ومدخل على c على program files بنيجي على folder java على sdk11 شرط sdk11 لانه هو البرنامج لانه هو الاصدار اللي بتوافق مع اه اداة كوردوفا الاصدارات الحديثة لا بنيجي على sdk11 double click على pin بعدها بنضغط على اي مكان فاضي نفس العملية right click copy بنيجي على system variables نفس العملية new وبنضيف الرابط هون بعدها بنضغط اوكي من هذا الرابط او هذا المسار راح اشيله لان نضفته مرتين delete بعدها بنضغط اوكي 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 بنسكر هاي الصفحات وبعد ما ننزل هاي البرامج ونتأكد من المسارات في environment variables بنعمل start لجهاز الكمبيوتر بعد هيك بننشئ folder على سطح المكتب new folder بنسميه اي اسم بدنا اياه راح نسميه application بعد هيك بنشغل برنامج studio code double click بعد هيك بنضغط على open folder بنختار منف او folder الابليكيشن اللي انشانه على سطح المكتب اللي هو الاب بنضغط عليه select folder بعد هيك بنيجي على ايقونة extensions بالفيديو والستوديو نضغط عليها بنيجي هون بنكتب cordova cordova tools نضغط عليها بعد هي بنضغط على install tool بعد منزل معنا بنسكر هاي الصفحة وبنيجي على lexplorer بنيجي بنضغط على ثلاث نقاط اللي فوق على terminal new terminal الان بنيجي على ملف الاكواد بنيجي اول شيء بناخد اول رابط عشان ننزل اداة الكوردوفا right click copy right click enter and الآن بنيجي للامر الثاني cordova create right click copy بنيجي right click ننشئ folder على سبيل المثال تنشئ الاسم اللي بدك نضغط enter الان عشان ندخل على folder اللي جديد بنكتب cd راغ a b b c c enter الآن بنيجي على الامر اللي بعده cordova platform add android عشان ننضيف الاندرويد right click copy right click enter بهيك اضفنا الاندرويد نضغط على الفولدر زي ما انتشايفين هاي الملفات اللي انشأناها الآن بنيجي ننقل ملفات ال css وال html وال javascript بنيجي على folder الكودات right click extract ندخل ندخل على folder double click بنيجي على ملف ونأخذ ملفات التطبيق right click copy بنيجي الآن على folder المشروع بنيجي على folder www double click الآن هاي الفولدرات بنحذفها delete right click paste للملفات الجديدة بنسكر الفولدر الآن بنيجي للأمر الأخير cordova build android right click copy right click enter طبعا هاي العملية رح تستغرق تقريبا من خمس لسبع دقائق في الحالة رح اسرع الفيديو شوي عشان ما نطول في وقت الحلقة و الآن زي ما انتو شايفين وانشأنا التطبيق بامتداد اي بي كي طبعا فيه شغلة نسينا نعدلها في ملف هون عنا بنغير رسالة بنغير رسالة الترحيب للبدنية وراح نخليه حاليا مثل ما هي لان عشان ننشأ التطبيق بامتداد ال AAB بنجي على اخر امر right click copy right click enter enter الآن هذا هو ملف الآي بي بي زي ما انتو شايفين هذا هو المسار للتطبيق AAB AABC platform android AAB build الآن ندخل على هذا المسار في المشروع تبعنا app ABB platforms android ABB build output outputs هذا هو فولدر الابk debug هذا هو برنامج الاندرويد اللي انشأناه right click copy نحطه على سطح المكتب paste نغير الاسم مثلاً نغير الاسم مثلاً محول العملات بغط enter اه نرجع للفولدر نرجع back كمان back في فولدر البندل رح نلاقي تطبيق بامتداد AAB بنسكر الفولدر لان عشان ننشئ تطبيق الاي او اس رح نحتاج لمعك operating system ما رح يزبط على نظام الويندوز رح نستخدم نفس الاوامر لكن الاندرويد بنشيلها بنحط بدلها اي او اس الان رح حمل التطبيق على جوجل درايف حتى نحمله على الموبايل جوجل على تطبيقات جوجل درايف الان نيجع على new file upload احنا على desktop ندور على تطبيق محول العملات open انا هو بتتم عملية هيك تحمل معنا upload complete لانا بنيجي نضغط على my drive غضو تطبيق زي ما تشايفين الان رح حمله على الموبايل ونجربه قدامكم ان شاء الله الان بنضغط على google chrome نكتب google drive في محرك البحث نضغط كمان مرة google drive go drive الان بنضغط على ملف التطبيق محول العملات بعدها بنضغط على install install الآن بنضغط على open زي ما زي ما تشايفين فتح معانا التطبيق الآن بنضغط مبلغ معين دخل اثنين الان رح نحول للدينار الاردني نضغط على تحويل زي ما انتو شايفين انا بنضغط على مسح الان رح نفصل الانترنت رح نخرج من التطبيق ونفصل الانترنت ونجرب البرنامج بدون انترنت لا رح نفصل الانترنت رح نرجع ندخل على طبق كمان مرة لا نرجع نجرب التطبيق نحاول الدينار الاردني تحويل زي ما شايفين تم التحويل بنجاح وبهيك انتهينا من شارح درس اليوم ان شاء الله تكونوا استفدتم معنا ويريت اذا اعجابكم الفيديو تدعمونا بلايك واشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس حتى يصلكم منا كل جديد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته كل عام وانتم بألف خير اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة